موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوي الرئاسة الموريتانية تعلن الحدادة ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم على فندق راديسون وسط العاصمة المالية باماكو النقابة الموريتانية للقابلات تنظم مؤتمرها الثانية بنواكشوت وتؤكد سعيها للنهوض بواقع الصحة الإنجابية في البلد موسيقى لولو ذكرى الرابعة عشرة على اعتقال المهندس الموريتاني محمد الصلاحي وتسليمه للمخابرات الأمريكية التي أودعته سجنة غوانتاناو موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة أعلنت الرئاسة الموريتانية بموجب مرسوم صادر عنها الحدادة ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم على فندق راديسون بلو وسط العاصمة المالية باماكو هذا وسبق للرئيس الموريتاني أن دان الهجوم على راديسون يوم الجمعة واصفا ما حصل بالعملية الإرهابية نحية أخرى أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوكر كيتا حالة الطوارئ لمدة عشرة أيام في مختلف المدن المالية كما أعلن الحدادة على ضحايا الهجوم على فندق راديسون بالعاصمة باماكو والذين تجاوز عددهم العشرين وقد نددت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان أصدرته بالهجوم على فندق راديسون وأعلنت تضامنها مع الحكومة والشعب الماليين تابعوا التفاصيل في هذا التقرير تداعيات الهجوم على فندق راديسون بالعاصمة المالية باماكو تتواصل حيث أعلن الرئيس إبراهيم بو بكر كيتا حالة الطوارئ بمختلف المدن والبلدات المالية لمدة عشرة أيام كما أعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم الذي خلف أزيد من عشرين قتيلا وبعض الجرحة رسائل الإدانة والشجب تقاطلت على كيتا من مختلف أصدقائه العضاء في مجموعة دول الساحل والصحراء وبعض الرؤساء الأفارقة والعرب والغربيين الخارجية الموليتانية دانت في بيان صادر عنها الهجوم على راديسون بله وأعلنت تضامنها مع الشعب والحكومة المالية كما دعت إلى مضاعفة الجهود من أجل التصدي للإرهاب الذي قالت إنه أضحى خطرا يتهدد الجميع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض الذي يضم أحزابا سياسية ونقابات وشخصيات مستقلة دانه الآخر الهجوم على راديسون وقال إن الإرهاب بات من أخطر التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة كما دانت عدد من الأحزاب السياسية المعارضة الهجوم فحدث فندق راديسون توحدت إزاءه مواقف المغالاة والمعارضة في موليتانيا تماما كما حصل مع هجوم باريس الأسبوع الماضي ويأتي الهجوم على مالي بالتزامن مع قمة مجموعة دول الساحل بيتشاد ليؤكد يقول متابعون على ألا تنمية قبل السداب الأمن في المنطقة وأن الاستراتيجيات الأمنية للبلدان مفردة وأليات التعاون الإقليمي والدولي لم تثبت بعد نجاعتها في سيطرة على تحديات عابرة للحدود ومسيرة للمخاوف ليس فقط لقادة إفريقيا وإنما لكل دول العالم إلى شر المنفصل حيث نظمت النقابة الموريتانية للقابلات مؤتمرها الثانية بنواكشوت تحت شعار معا من أجل مستقبل واعد للقابلة وأشادت الأمينة العامة للنقابة ميمونة بنت حمادي في كلمتها خلال انطلاق أعمال المؤتمر أشادت بأداء النقابة خلال العام المنصرم وعبرت عن سعيها إلى النهوض عفوا بالصحة العمومية في موريتانيا بشكل العام والصحة الإنجابية بشكل خاص نحن نجتمع اليوم بعان الله وقوته بعد عام من العمل الجاد والطموح خاضت خلاله نقابة الفتية جملة من العراقين والتحديات لعلى من أهمها إيصال صوت القابلة إلى كافة الجهات الوصية والمعنية بالحقل الصحي الوطني وذلك انطلاق من زمرة من المبادئ على رأسه المهنية في الوسائل والخيارات النقابية والمطلبية في الطرح والاستقلالية في اتخاذ القرار من النقابة الموريتانية إلى القابلات انطلاقا من المبادئ وبالإسناد إلى قاعدة جماهيرية واعية بتحديات الواقع مطلعة إلى مستقبل واعد تسعى إلى النهوض بقطاع الصحة العمومية بشكل عام وقطاع الصحة الإنجابية بشكل خاص لكونها لبينة بل راكيزة أساسية بالهرم الصحي يشارك وزير الصحة أحمد الجلفون في الدورة الخامسة والستين للنجلة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا المرتقب عقادها في الفترة ما بين الثالث والعشرين والسابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري في العاصمة التشادية جامنة هذا وقد غادر وزير الصحة أحمد الجلفون العاصمة واكشوت متجها نحو جامنة لتمثيل موريتانيا في أعمال الدورة المرتقبة اختتمت مساء السبت بن واكشوت الأيام التفكيرية حول تنافسية شعبة الأرز وتطوير زراعة القمح المنظمة من طرف وزارتي الزراعة وتجارة بالتعاون مع الرابطة الوطنية للتجار وقد قدمت خلال الأيام التفكيرية عروض ومقترحات تهدف إلى تطوير وتسويق المنتج المحلي من مادتي الأرز والقمح نتابع اختتام الأيام التفكيرية حول تنافسية شعبة الأرز وتطوير زراعة القمح التي جرت بالعاصمة نواكشوت يومي الجمعة والسبت بمشاركة فائلين في قطاع الزراعة بموريتانيا الوزير الأول يحيو الحدمين قال في كلمة الافتتاح إن تسويق الأرز المحلي من مادة الأرز يحتاج لمزيد من الجهود وأشار إلى أن الحكومة عملت على تسويق الأرز المحلي عبر ضخ كميات معتبرة منه في الأسواق المحلية أمام المستهلكين وذلك بالتعاون مع الرابطة الوطنية للتجار سبيلا إلى التعريف بالخصائص المميزة لهذا المنتج في الوقت الذي ننوه فيه بتضحيات مزارعنا الجسيمة وبما تبدله صناعاتنا الناشئة من جهود محمودة لمواكبة المنتج فإننا لا يمكن إلا أن نراحظ أن آليات التسويق لا تزال محدودة عروض حول جوانب التطوير والتسويق تم تقديمها خلال اليومين المصلمين إضافة إلى مقترحات قدمها المشاركون بهدف تحقيق الجودة وجعل المنتج المحلي من المادتين الأكثر استهلاكا في البلاد قادرا على منافسة المنتج المستورد فقد ظل استيرادهما يؤثر سلبا على ميزان المدفعات حتى عهد قريب إلا أن وارداتهما تراجعت أخيرا نتيجة للجهود التي تبدلها السلقات العمومية مشكورة من أجل تشجيع إنتاجها تقول الحكومة المريتانية إن خططها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الأوروز باتت تحقق نتائج إيجابية من خلال توسع المساحات المزروعة وتضاعف الإنتاج غير أن أطرافا فاعلة في القطاع الزراعي لها رأي آخر خصوصا بعد قرار الحكومة التخلي عن شراء المحاصيل حيث يعتبر بعض المزارعين أن قرار الحكومة هذا يمثل كارثة تتهدد مستقبل زراعة الأوروزي في موريتانيا هذا وكنا قد استضفنا في نشرة سابقة يحيو البيب رئيس رابطة التطوير والتنوع الزراعي للتعليق على أبرز ما خرجت به هذه الأيام التفكيرية والتحديات التي تواجه المزارعين تصادف هنا مشكلتان أساسيتان قبل كل شيء أو ثلاث حتى مشكلة البذور مشكلة التسويق مشكلة التمويل وقد وقعت نقاشات صريحة وجادة حول مختلف هذه النقاط وأكثر الموضوعات التي أثرت نقدا من المشاركين كان الموضوع المتعلق بالتمويل خرجت توصيات تطالب بإيجاد طريقة أو تقترح طريقة لإيصال الأوروزي الموريتاني كما هو مقشرا بطريقة سليمة إلى المستهلكة إنما كان في البلاد أي نظام تسويق فعال يبني الثقة بين المستهلك والمنتج الموريتاني خلافا لما هو سائد الآن من وصول أوروز مقشر بطريقة سيئة يهدم الثقة بين المستهلك والمنتج ويلقي على الدولة أعباء في الدعم لا تستطيع تحملها أو من الصعب عليها تحملها في هذه الظروف في العشرين من شهر نوفمبر تحل الذكرى الرابعة عشرة لاعتقال المهندس محمد والصلاح من طرف الأمن الموريتاني وتسليمه لاحقا للمخابرات الأمريكية غير أن الذكرى هذه السنة تتميز بخروج مذكراته المعنونة بيوميات جوانتانامو والتي لاقت صدا عالميا واسعا إضافة إلى خروج نظيره أحمد العبد العزيز من السجن متابع التفاصيل في هذا التقرير في العشرين من نوفمبر تحل ذكرة السنوية الرابعة عشرة لتسليم الأمن الموريتاني مواطنه محمد والصلاح إلى المخابرات الأمريكية والصلاح الذي ولد أيضا في العشرين من ديسمبر 1970 في مدينة روسو وهو المعتقل الذي يحمل الرقم سبعمائة وعشرين في معتقل جوانتانامو سيء الصيت وهو أيضا السجين الوحيد في هذا المعتقل الذي حرر مذكرات كاملة عن مأساته على يد أجهزة الشرطة المحلية والأمريكية أربعة عشر عاما قضاها المهندس والصلاح في معتقل جوانتانامو دون أن يصدر ضده حكم لتهافت الأدلة وتتميز ذكرى للعام 2015 بكونها السنة التي خرجت فيها يومياته والصلاح عن سجن جوانتانامو وهي الوثيقة التي سجلت رحلة الرجل مع المحانات وربما ستترجم في لاحق التاريخ مأساة هذا السجن الأمريكي الغريب وتبقى تلك اليوميات إنجازا هاما لمحمدو الذي وضع بهذا الكتاب سدا منيعا بينه والإندثار كما أراد سجانوه فقد ترجم هذا العمل لأكثر من عشرين لغة كما يعتبر من الوثائق النادرة التي كتبت وراء القطبان وهي الوحيدة لحد الساعة التي خرجت من أروقة السجن الرهيب لتوثق ملحمة نضال فردي للخلاص من براثن أقوى الأجهزة الأمنية في العالم ولصلاحي يعتبر الآن هو الموريتاني الوحيد في هذا السجن بعدما خرج قبل أسابع أحمد العبد العزيز نظيره في هذه المأساة كما هو الموريتاني الذي سلمته بلاده بإرادتها السيادية والأمنية لمخابرات دولة أخرى في حادث فريد يسجل جريمة انتهاك السيادة والأمالة للأمريكي الغاشم هذا وقد استضفنا في نشرتنا السابقة المختار الباب التاح المتحدث باسم مبادرة الصاف الحقوقية للتعليق على هذا الموضوع أسف في الصورة المقابلة هناك صورة قاتمة ومأساوية جدا هي التعلق بوسرة المهندس محمد دول السلاحي فكلما مرت هذه الذكرى تمر بجريمة النكرة هي خيانة عظمى ارتكبت في هذا الشهر وفي نهايتها الشهر تعكر علينا أجواء نوفمبر وما توحيه ذكرى نوفمبر من الاستقلال نحن الآن نتذكر هذه المأساة نتذكر تلك الجريمة النكرة التي ارتكبتها الدولة الموريتانية وارتكبتها الأجهزة الأمنية نحن الحقيقة نريد من هذه المأساة أن تتوقف حتى نفرح جميعا بعيد الاستقلال هذا اليوم المشؤوم ضعني أسميه اليوم المشؤوم يوم 27 نوفمبر يوم 28 نوفمبر اليوم الذي تم فيه ترحيل محمد دول السلاحي من بلاده إلى الأردن هذا اليوم للأسف كان من المفروض أن يكون عيدا على جميع الموريتانيين لكن أرادت له الأجهزة الأمنية أن تعكر هذه الفرحة على أسرة موجودة الآن في حي شعبي ما تزال فرحتها ناقصة بعيد الاستقلال نريد من الدول الموريتانية نريد من الحكومة الموريتانية أن تستغل هذه الفرصة وتقوم بالإفراج مباشرة في يوم عيد الاستقلال حتى نفرح جميعا وحتى نعيش عيد الاستقلال فعلا ونعلم أن هذه الذكرى هي ذكرى فرح إلى الشان الفلسطيني حيث تتواصل انتفاضة القدس وتتصاعد بشكل متسارع فيما سجلت مدينة الخليل تقدما كبيرا على القدس في عدد العمليات حيث شاركت بتسع وعشرين عملية طعن وإطلاق نار فيما شاركت القدس بعشرين عملية أما رام الله فشاركت بست عمليات طعن وعدد آخر من عمليات إطلاق النار نتابع المزيد في هذا التقرير أصيب شابان بجروح والعشرات بحالات اختناق فيما اعتقل خمسة آخرون بينهم طفلان مساء السبت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في نابلوس والخليل فيما اعتدى مستوطنون على مركبات المواطنين في بيت لحم شمر الضفة المحتلة وجنوبها وقالت مصادر محلية إن شابان يصيب برصاص قوات الاحتلال مساء على مدخل بلدة عقرب جنوب شرق نابلوس وذكرت المصادر أن الشابين يصيب خلال تواجدهما على مدخل البلدة وأن أحدهما أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط بينما أصيب الثاني بعيار ناري في قدمه نقل إثرها إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلوس وفي ذات الصياق يصيب عشرات المواطنين بالاختناق مساء اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني قنابل الغاز المسيلي لدموع صوبهم كما عتقل خمسة آخرون بينهم طفلان في منطقة صافة ببلدة بيتامر شمال الخليل وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة السيطان في بيتامر محمد عوض إن مواجهات اندلعت في منطقة صافة بالبلدة عقب اقتحامها من قوة صهيونية داهمت العديد من مازي المواطنين واعتقلت الشبان الثلاثة وأوضح عوض أن جند اعتدوا على المؤتقلين بالضرب قبل ناقهم إلى معسكر عصيون شمال الخليل سيرا على الأقدام إلى ذلك رشق المستوطنون مركبات المواطنين المارة على الشارع الرئيسي الموصي إلى قرية نحالين غرب بيت لحم بالحجارة وقالت مصادر محلية إن مجموعة من مستوطني بيتار عليث المقامة على أراضي المواطنين في قرى حوسان ودي فوكين ونحالين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة لدى مرورها على المدخل الرئيسي لقرية نحالين ما ألحق أضرارا مادية بها دون أن يبلغ عن إصابات نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها الرئاسة الموريتانية تعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم على فندق راديسون وسط العاصمة المالية باماكو النقابة الموريتانية للقابلات تنظم مؤتمرها الثانية بنواكشوط وتؤكد سعيها للنهوض بواقع الصحة الإنجابية في البلد حلول الذكرى الرابعة عشرة على اعتقال المهندس الموريتاني محمد ورصلاحي وتسليمه للمخابرات الأمريكية التي أو دعته سجن كوانتنام يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النسرة وغيرها من نسرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة التاسعة نسرة إخبارية مفصلة بحول الله دمتم في أمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر